اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على نبيه العمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم عبر هذه الشاشة الكريمة مهما تحدثنا عن قيمة الأخناق وعن هذه القيمة العظيمة التي شرعها الله عز وجل وجعلها نبراسا وجعلها ميزانا يميز به بين الناس بين اتباع أتباع الحق وأتباع الباطل وبين الصلة الوثيقة بينها وبين الإيمان الصحيح ومعقيدها الصحيحة وكمال الإيمان الواجب كما يذكر العلماء تقدم معنا حديث إنما بعث الأتمم مكارم الأخناق مقصد من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخناق أحاسنهم أخلاق شوف المقارنة بين الاثنين أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق صلة وثيقة جدا بين الإيمان والأخلاق وبين العقيدة والأخلاق وثيقة في غاية الاتصال ولهذا كلما قوي الإيمان كلما كان ذلك دليلا على قوة الأخلاق وكلما قويت الأخلاق وتجملت الأخلاق كلما كان ذلك دليلا على كمال الإيمان وقوته كثير يظن أن الأخلاق عمر فاضل نعم هي مطلوبة لكن ما خالف فيه أشياء الأخلاق بالأهم الأوامر الشعرية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله أن تعمل بأمر الله عز وجل تعمل بأوامر الله وتترك ما نهاك الله عليه ومن هذه الأوامر الأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وخالق الناس بخلق حسن إذن لماذا قال تقوى الله وحسن الخلق في الحديثين أثقل شيء في الميزان وأكثر شيء يدخل الناس الجنة كان يكفي أن يقول تقوى الله لأن حسن الخلق يدخل ضمنيا في تقوى الله سبحانه وتعالى والجواب على ذلك أن هذا عند العرب يسمونه من عطف الخاص على العام فتقول الأصابع ومثلا السبابة أو السباحة جميل كما قال تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى طيب الصلاة الوسطى مو من الصلوات بنى لماذا عطفها الله لبيان أهميتها كأنك تقول لشخص مثلا أكرم الطلاب خصوصا فلان مع أنك إذا قلت أكرم الطلاب رح يتم تكريم الكل وإكرام الكل لكن لما تقول خصوصا فلان معناها أن هذا له إكرام وتكريم خاص والله الموفر فاصل يسير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عن أثقل شيء في الموازين يوم القيامة قال تقوى الله وحسن الخلق عرفنا أن تقوى الله من حسن الخلق وأن هذا من عطف الخاص على العام لبيان أهميته لبيان أهمية مكارم الأخلاق وحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالت الصلاة الوسطى من الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها جل في عنا ولهذا يا إخواني الذي يظل أن مكارم الأخلاق من الأمور الثانوية في هذا الدين فظنه خاطئ مكارم الأخلاق قد تكون من أعظم أسباب رفعة درجاتك وزيادة حسناتك ومساوئ الأخلاق قد تكون سببا لدخولك النار واسمعوا لي أقدم لكم لموذجين الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم والحديث الآخر يعني شوف هذا الحين واحد يصوم النهار كله ويقوم الليل كله والإنسان الآخر فقط بحسن خلقه عبشوش وصبور ورحيم ومتواضع ويساعد الناس ويحب الخير هذا الإنسان الخلوق يبلغ درجة ذاك الذي يصوم النهار ويقوم الليل لماذا؟ لأن الأخلاق شأنها عظيم بالمقابل وهو النموذج الثاني أو المثال الثاني ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار فقط لأن عندها سوء خلق وهو إيذاء الجيران باللسان كان مصيرها النار والهياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه عن المفلسين ناس مفلسين هنا الحين نفهم بالمفهوم الحالي أنه ما عنده شيء ما عنده لا حلال ولا عنده مال ولا غيره النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فقال أتدرون من المفلس أجابوا بالإجابة الطبيعية التي يعرفونها قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا دلار له ولا متاء اللي ما عنده شيء فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس الذي يأتي يوم قيامه بحسنات ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيذهب هذا بحسناته وهذا بحسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار نسأل لي هل يتحمل أوزارهم الشخص اللي تغتابه في الدواوين في المجالس وتغتابه النساء في الزوارات والغيبة هؤلاء يأخذون من حسناتكم يوم القيامة الخادمة والخالبة أني ظلمتهم يأخذون من حسناتك أي إنسان آذيثه سيأخذ من حسناتك يوم القيامة العمر والحيد قراءة القرآن والصلوات وغيرها وإذا ما كان عندك حسنات فخذ من سيئاتهم فطرحت عليك حسبت عليك وتحملت أوزارهم ودخلت النار عسى الله عافينا وإياكم من ذلك إخواني الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ونلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر